وهون أنا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية للطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة أو شخص ثالث داخل على علاقة وممكن يكون أي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون في طرف ثالث مش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في أي مجال هون شايفيتك عم بتحاول إنك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير إن شاء الله في هاي الفترة في آخرها ممكن تاني أسبوع أو بعد بشوي يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من أي طاقة سلبية كنت تعاني منها بكل أشكالها حسد سحر عين مبارس وهي بس أنت بتعمل رقيهات بتعمل استشفاء في منكم بيروحي يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني أمور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع يعني ذلك بشوف عندهم السبع تاكرات آآ انضاف يعني شخص لا يعني شخص آآ عن جد عم بيشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت آآ على حالك على قد ما السنة اللي جاي خلينا نقول آآ أو الأشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة اللي جاي آآ كيف رح يكون شكلها نيجي نأخذ هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلأ ممكن آآ نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن أساساً تكون نفاتح على العاطفة أو قراءة عاطفية يبين عندك شوي آآ أمور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة أو لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايماً بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فأكيد ما حتنطبق على الجميع أو يمكن طاقتك ما بتوصلني فكتير في أسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر بأخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الأشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الأشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في آآ في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع آآ ما عم تنسوا شوف حاب تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لأنه تعبت من كل شي تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من آآ كتير أزمات أمور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تشالنجز ورجد له شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في في مظهرك كتير 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 هاي الفترة فمش بس مظهرك عم تحاول كمان تعود مع حالك تتأنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس فعم تعود مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف اه رافع الراي البيضة وجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون اه خلينا نقول اه طف معا تكون شوي اكتر اه هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية اه يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا اه تعبتوا على قد ما حتلاقوا اه في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق بيدل على انه في يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة اه او ابعاد عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب عم اه عينة رح تتكامل ورح اه تقربوا كتير مع بعض ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة فا وشايفي هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك تاني اه لحتى انه يرجع اكتر اشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا فعم بيشوف حاله كتير هيكا انه لا هو مستحيل يرجع انه كزا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه شايفة الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجرة عم بيفكروا فيها اه لهم فترة طويلة وانها تكملتها دا اهو خلينا نشوف ازا فيه نصائح لبرج الدلو ممكن تكون من الكون ممكن من الملائكة يعني اه بقول لك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين بقول لوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشي ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة عم بتروح للاكستريم في المواضيع فبيقول لك لا انه هيك وهيك كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم من انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لأ عاطفيين كتير رومانسيين عندهم قنوسة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم يكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة او على حساب عيلتهم بقول لك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بقول لك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية اه حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاق يعني حاليا عم بتكون شوي بعيد عن روحانيات بقول لك زود هاي الروحانيات شايم اه ظاهر انه في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو للهي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او مش كلا العار يعني لا اه ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه فا اه بيقولك انه راح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازان لبرج الدلو برج الدلو بيقولك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي راح تكون في وفرة كتير او راح يكون في حظ فاستغله لانه بعدها في فترة مش خاط يعني بس بعدها في فترة يعني راح تحتاج فيها هذا المال راح تحتاج فيها هاي العاطفة بقولك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنه في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بحكي لك اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقولك فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة تتير والاشياء اللي مش حلوة مع تتير فحبايب برج الدلو بشوفكم بالفيديو الجاد